حاليم صابر مصابر مؤثر في غزو صوشي فهوز ديالي في ستاند اوب كان فرحة كبيرة وكان تشتويج تشتويج بلتو الوحد كان بالنسبة لي تشتويج للثلاثة الناس ليها أنا شخصيا مشهودات ليدرت في حياتي كاملة صبر لي صبرت إن الله مع الصابرين وكان بالنسبة لي تشتويج لما مظهور اللي كبرتني استيدا اللي رباتني في الخير خليتها تحس باللي دكتر اللي رباتو ماشي كبر فاشل مكبر در ريزوين ناجح في المجتمع أشغل ندير بعشرين مليون كي كان نقول دي مع عشرين مليون ضروري ما غتعطى لصحابك اللي يبقوا مكتل فينال و اللي يبقى غتحاول تستصمره في الفن باش يعوته و نصفت لما مظهور اللي حش لأن السيدة حات ما تزوجتش باش تربينا احنا كانت العمل دي لها هو أن تربينا انا اخوتي صغر اللي بقينا قطاشي لها بزاف نورا مخرجون اسواز فيلعج بقى تفاتح لنا الباب دي لها أنا مكتش كان بحكم انني مريد و ما كان قدرش ندي بلاصة بزاف كنت مريد و كنت فغاية و ما وصلت الواحد اللي تالي ما كان قدرش نصافر باش مشتش هاتلت سنين دوكو بالنسبة للأصف تلحج ولو العمر هذا غير شي حاجة قليلة فحقه فجلش عندي ماما ظهور الفينال كان احساس زوين بزاف لانا مشتش تلسين وقت تلسين وقت و انا نتفاصل سلامني كانت فامر 14 العام يعني من فامر 14 العام و انا ما كان نعيش مكت كان مش عندها غيف الصيف ندوز واحد سيمانة ونجي كنت نشوف انا سيمانة في العام من بعد فاش 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 في غيمون فودر 18 العام ونقيت راسي فمتش في غيمون بوحدين ما كانتش قادر نمش عندها بحكم المرض وهذا المدة كانت تعاونتني بالصح باش نمكتش في راسي ونعارف راسيش كونا بالطبط طفولة كانت كانت مالي أب بأحاسيس مختلطة كانت فيها بزاف ديال الحزن بزاف ديال واخا ما كان بغيش ندوي في السلبيات واخا ما كان بغيش ندوي في السلبيات ما ما غا نقدرش نكروه النفاش كانت تكبر في الخيرية كانت شوف السلبيات كتر من الإيجابيات وخدرنا نقول لك الإيجابيات الوحيدة اللي كانوا بعض المؤطارين وكانوا ركز الليات كلمة لبعض المؤطارين اللي كانوا في غيمون كي حنو فينا وكانوا هموهم مشكون حنا وكانت تحللوا رزقهم كي كانقول دياله كانت ماء مظهور كانت سراشد المتاقي والناس قلال كانوا بزاف ديال ناس اللي خلوا واحد لبص ما خايبة في قلب حاليم كانت طفولة وعنف نفسي كانت طفولة وعنف نفسي كانت طفولة وعنف نفسي طفولة وعنف نفسي انا اخذت طفولة فى حياتي وعنف نفسي كانوا يشغل وعنف نفسي كنت أتفقد في حياتي جداً. كنت أفعل بشكل صعب في حياتي. أطرأت إيجابيًا بأن أفهم الناس. كان فهم سكوا واحد يكون حزين وفهم جيدا ما هي الفيدي لانك تكون سبب في ابتسامة واحد وخلتني نكون إنساني كتر في حياتي وخلتني نكون إنساني كتر في حياتي وخلتني نكون إنسان لي كفكر بعقله بزاف العلاقة بيني والكونددا اللي كانوا معي علاقة حب وموادها أقل حاجة نقدر نقول حاجة اشتقي بي كونددا حنا كنا من الأول دينا في الأكاديمي خلتك تعرفي 27 كونددا كنا 24 بجوجتنا عياتي يعني 26 بخصون كل واحد في دوكس 26 كان بغي لقاب لي لقاب تكونته هو ستندب 2020 وما نقدرنا واحد القاعدة بينتنا الاتفاق هو أننا اللي ده ها غنجو غنفرح معه وثيق بيه في الفينال جاءوا دراري كاملين ومكان هاد اللي قطرة مبانوش في إداعامي في واحد اللي قطرة كانت فلاسين أنا ولي كونددا صحابيها ستروفي أنا وكان نقزوا وفرحانين الحالي لهم اللي دهوا لقاب كانني كانت واحد المحبة واحد موودة كبيرة ونعود لك واحد طريفة وقعت لي وانا واحد نريات ومشيت الدربة ديال صديق ديالي شارف شرجاني شارف الووندخيله مشت الدربة ديالو مشيش بجن نحسن قبل البرايب وعندما كانت دربة ديالو كبير بيه السيد يعود على دربة ديالو مشيش بجن نحسن قبل البرايب يعني هدف دربة ديالو مشيش بجن نحسن قبل البرايب كانت واحد اللي موصنزوينه هذا يجب عليك أنه كان من نوح تأخي وهو يعود لي بالخير وأنا كان من نوح تأخي كبير سلام دراري للكونددا صحابي أخوتي أريد أن أشرف لي أنتبارع معكم بثاف لا أخذ الله اللحظات اللي عيشتوني في الأكاديمي لأنني عمرني منساها دراري ماذا نذكر سميش دراري غنسا ونذكر سوى عشرين نقول لنا مدراري كلكم كلكم رأيكم أخوتي وأحبابي ودروا فبالكم رأيتكم ضار في خريبه أريد أن أقول لك كل كلمة منهم كانت بالنسبة لنا كان وزنها بمتقال ذهب لأن سواء كان متقاد سواء كان شكر كنت أتأخذ بوحد لأنه كان محمل جدا لأنني قلت لها نورس قلي حليم شكرا على اللحظة التي عيشتينها ورخلتني منعست شتك الليلة والله منعست لأنني أولت سعده تسعين كبرت وكان شوف أستاذ الخياري أستاذ الراطفة أحرى كبرت كانت تفرج في الأعمال مني كان سمع انتقاد منهم والكلام سوئين منهم حيش رغي البارحنا كانت تفرج في الأعمال ومعنا انتقادت منهم ونوذر لم ينقونا أنهم كانون سعيدت مرة تزالة وأنه من الأمر قالت عن تملك وسألت تعدف تعدفين التعدفين لأن أصبح تعدفين كان يقف بأن يكون التعدفين تعدفين بأي طريقة كانت سواء أنه ماتت له الأم دياله سواء أنه كذا غير حنا ما زال عدنا جديدة على أن يكون واحد كبر في الخير يمكننا أن نعطيه نحن اللي كان نعطيه غير يوصل إلى واحد المرحلة وهو غير ولي يعطينا يعطينا الضعك يعطينا كذا وكذا تكون جديدة ذاك الشيء لأشبان كشوف اللارة غير تعاطفهم على كذا ما يمن معادي عادي أنه كنا نأخذها بمعادي وكنشكر للناس اللي شجعوني حيث بالتعاطف ديال الجمهور ديالي باش أنا كاين دابا تعاطف بالناء ديال الناس اللي كي شجعوني الناس اللي كيدا حقهم الفن ديالي باش أنا هنا أخوتي المغاربة وبعد نوجه لكم ميساج نقول لكم ما خسي بثاف الشعب المغربي كامل وعندي ميساج للشعب الخريب قيل لي وقف معايا أنا أخوتي في خريب قلت كنشوف لي بانوت ببليسيتي سأل بارح مني جي تلقي تراسي وجهي تماماك ما خسي بثاف بيين توني زوين فليب بانوت ببليسيتي ولا يجبينوا نزوين